الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة شعاراتها كثيرة فيما يتعلق بالسلام ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأيضا العرب والإسرائيليين وكان لكم شراكات أيضا مع حزب ميرتس خلال سنوات مضت إذن اليوم يجلس نفتالي بنت على نفس الطاولة التي يجلس عليها منصور عباس وأيضا يائر لبيد ألم تتحقق هذه الشعارات التي تطالب بها الجبهة الديمقراطية لتغيير المساواة؟ لا أنا أعتقد آسفة ولكن أن تعرض مواقفنا بهذا الشكل أمر غير مقبول عليه لأن مواقف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة على مدى التاريخ كانت طرح أولا ضرورة إنهاء الاحتلال ثانيا ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران السبعة وستين وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين أو على الأقل إحقاق حقوق اللاجئين حسب الطرحات الدولية هل تحقق شيء من هذا كله في جلسة منصور عباس إلى جانب بنت الذي افتخر مرارا بأنه قتل الكثير من العرب وأنه كان رئيس مجلس المستوطنات يعني صاحب الفكر الاستيطاني الذي ما زال يعتقد بطرح ما أسموه أو ما يسمونه أرض إسرائيل الكبرى يعني احتلال كامل للطراب الفلسطيني هل تحقق شيء من طرحاتنا نحن في هذه الجلسة؟ بالتأكيد لا هو النقيد تماما لما طرحناه هو قبول وشرعنا للطرح الاستيطاني الصهيوني الذي ينبذ انتماعنا لوطننا سيدة عيدة تومة هناك البعض يتحدث إذا كان يراد أن يتم توجيه الانتقادات إلى منصور عباس في هذه النقطة فالقائمة العربية المشتركة كانت داعم لبني جانس في انتخابات عام 2019 في سبتمبر كيف تردون؟ أولا تجربة التوصية على بني جانس كانت أعتقد بأنها محط نقاش كبير ولكن التوصية هي ليست داعم لحكومة يجب التمييز بين الأمرين رئيس الدولة يسأل لمن تفضل أن نعطي التوكيل بمحاولة إقامة حكومة والخيار كان بين جانس وبين نتنياهو الآن أنا أعتقد أننا يجب أن نراجع مراجعة حقيقية لأنه حتى توصيتها على في حينه توصية القائمة المشتركة على جانس ويجب أن يكون واضح يعني اللي كان شريك فيها كمان منصور عباس وكان موافق عليها هي أتت للتخلص من نتنياهو وليس رغبة أو اعتقاد بأنه جانس هو الأفضل عيدة قد تينا للحديث عن إسقاط نتنياهو هذا الشعار كان مرفوع من قبلكم من القائمة العربية المشتركة والقائمة الموحدة وكل العرب كان الخيار والشعار الكبير إسقاط نتنياهو اليوم منصور عباس القائمة العربية الموحدة بهذا الاتلاف ربما يسقط نتنياهو ماذا تريدون إذن من منصور عباس؟ نحن قلنا أكثر من مرة نحن لا نريد شيئا من منصور عباس الجمهور هو الذي يتحدث ويحاسم منصور عباس أنت طلبت منا موقف من هذه الحكومة التي بدأت بالتشكل هذه الحكومة هي مكملة درب نتنياهو عندما أردنا أن نغير نتنياهو ليس نتنياهو الشخص يعني إحنا ما في عنا تار شخص مع نتنياهو ولا يعني ما بنستلطفه كرئيس حكومي نتنياهو إنسان خطير بأيدولوجيته بفكره بسياساته بممارساته عندما نريد أن نغير نتنياهو نحن نريد أن نغير السياسة لا أن نستبدل الوجوه وإنما نستبدل السياسة نتنياهو بنت ولابيد لن يغيروا السياسة هم يتحدثون عن نفس السياسة عندما يقولوا لن نتحرك في موضوع إنهاء الاحتلال هذا يعني تضليل واضح لأنه لا يوجد حكومة إسرائيلية لا تقوم يوميا باتخاذ قرارات تتعلق بالاحتلال والحصار على غزة وتوسيع المستوطناء واضح ابقي معنا سيدة عيدة هذه حكومة تكمل طريق نتنياهو ولا تستبدل حقيقة سياسة نتنياهو ترجمة نانسي قنقر